ولمعرفة آخر تطورات الميدانية مما يجري في درعا مع نعبر الأخمار الصناعية مباشرة من هناك مراسل أخبر الآن محمد الحراني محمد يمان شرح بالتفصيل ربما الأهمية الاستراتيجية لحي المنشية وما يجري على الأرض لكن بالنسبة لآخر تطورات ماذا جرى وهل من تطورات جديدة فيما يخص المعارك على الأرض نعم خديجة اليوم طيران السوري صعد من عاملات القصف الجوي حيث طالت مدينة طفص في ريف درعا الغربي سقط على أثرها تسعة من المدنيين داخل مدرسة وهم نازحون من خارج مدينة طفص هم جميعهم قضوا قتلى بسبب قصف قوات النظام بعدد غارات جوية على هذه المدرسة التي كانت تحوي نازحين في مدينة طفص بالإضافة إلى قصف عنيف على عدة بلدات وقرى في محافظة درعا ولسيما درعا البلد ومنطقة اللجاء وأيضا بلدة نعيمة تصعيد واضح من قبل قوات النظام تحت سياسة الأرض المحروقة تشتيت واضح من قبل قوات النظام للفصائل الجبهة الجنوبية يحاول فتح عدة جبهات يحاول مناورة الفصائل لفتح ثغرة جديدة في مركز المحافظة في أحياء درعا البلد وبالتحديد حي المنشيوم مخيم درعا متزال الاشتباكات بين فصائل الجبهة الجنوبية وفصائل أخرى من ضوية تحت غرفة عمليات البنية المرصوص في درعا الاشتباكات بينها وبين قوات النظام الذي يسعى إلى التقدم إلى مخيم درعا كما ذكر زميل يمان ويسعى أيضا التقدم إلى حي المنشية الاستراتيجية ولكن محاولات النظام باءت بالفشل حتى هذا اليوم الحملة ما زالت مستمرة منذ بداية هذا الشهر من قبل قوات النظام فصائل الجبهة الجنوبية عملت على تحصيل مواقعها وعملت على عمل صد الرد وأيضا بتكتيك عسكري جديد حسب قيادي في الجبهة الجنوبية في ضمن غرفة العمليات أن هناك تشكيل غرف عمليات عدة تبدأ من الشمال درعا في منطقة اللجاء وصولا إلى مركز محافظة درعا أي غرفة بناء المنصوص غرفة رسل صفوف غرفة منطقة اللجاء هذه الغرفة العسكرية هي للتخفيف الضغط العسكري الذي يعمل عليها النظام تم استهداف مطارات القريبة من محافظة درعا الأمس بقذافة المدفعية من منطقة اللجاء حيث تم استهداف مطار بلاي ومطار خليخ لها ببعض القذاف من قبل فصائل الجبهة الجنوبية ربما تشهد درعا في الأيام القادمة معارك عنيفة وعلى أعلى مستوى في محاولة من النظام أن يسيطر على مناطق واسعة وأن يفصل ما بينها وأن يقطع أوصال المعارضة بين ريف درعا الغربي وريف درعا الشرقي نعم خديجة معك شكرا لك على هذه المدخلة معنا مرسل أخبار الآن محمد الحولاني كنت معنا براء الخمس صناعية مباشرة من درعا